أكدت الحكومة أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه والتي تهدف لخدمة المنظومة المائية يأتي هدف حين يتبع وزير ري موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم واستعرض الوزير خلال اجتماع لهم موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي الحالي بميزانية تقدر بنحو 51 مليار جمعي حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 60% من إجمالية الخطة وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي